مطار مراكش المنارة الدولي يمزج هذا المطار بين الفن المعمري المغربي الرفيع مع خدمات التكنولوجيا المتطورة واللمسة العصرية بنية تحتية مطارية تقع على مساحة 22 هكثارا مكنته من احتلال المرتبة الثانية على الصعيد الوطني بعد مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء يعد مطار مراكش المنارة تاني مطار بالمملكة من حيث عدد المسافرين ويعد كذلك رافع أساسية للتنمية الاقتصادية والسياحية للمدينة والجهة ككل حيث يتوفر على بنية تحتية مطارية مهمة التي تمكنه من استقبال أعداد المتزايدة للسياح كانوا أجانب أو مغاربة قربه من مركز المدينة وتوفره للمسافرين معدات متطورة قادرة على ضمان سيابية حركية المرور والعبور والسلامة والراحة مكنت من تصنيف مطار مراكش المنارة الدولي ضمن أفضل عشر مطارات في إفريقيا من طرف خدمة استشارية مقرها المملكة المتحدة والمتخصصة في تصنيفات شركات الطيران